برواق محمد الفاسي بالرباط افتتحت الفنانة زينب الأحمر معرضها التشكيلي تحت عنوان رؤى متقاطعة سعيدة بتواجد هنا لتقديم معرضي الذي يحمل عنوان رؤى متقاطعة اخترت تيمة الرؤى المتقاطعة لأنه لا توجد فقط الرؤية الطبيعية وتشاهدون من خلال اللواحات عددا من الرؤى لكنها ليست بالضرورة بمحد الصدفة ويستكشف هذا المعرض المنظم الى غاية السابع والعشرين من هذا الشهر الثقافة المغربية في ابها حلالها حيث يقترح على زواره اعمالا تجسد غين التراث الثقافي المغربي المتعدد ومن خلال معرضها هذا تداعي بوزينب الأحمر الروح النقدية للزوار عبر تشجيعهم على خوض غمار التفكير العميق حول المجتمع المغربي عبر اعمال من قبيل اشراقة الحياة تقاليد وزينة كما يحتفي هذا المعرض ايضا بالنساء الصانعات بتسليط الضوء على اوضاعهن وقيمتهن المضافة في نقل التراث الثقافي المغربي هذا واشتهرت الفنان زينب الأحمر بافتتانها بالاسلوب الانطباعي الذي تجسده من خلال لوحاتها